موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام عزيز الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية المستوى الثاني جميع البرامج وكذا المستوى الثالث برنامج الإعلام مرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الثالثة من سلسلة الحلقات التعليمية لمقرر مبادئ التسويق عزيز الدارس عزيزة الدارسة تناولنا في الحلقة السابقة أهمية التسويق على مستوى الاقتصاد القوم العربي والاقتصاد الوطني اليمني وعلى مستوى المنظمة وعن علاقة الإدارة التسويق بكل من إدارة الإنتاج والإدارة المالية وإدارة المواد البشرية وإدارة التصدير كما تحدثنا عن مفهوم البيئة التسويقية وعن أهم مميزاتها وبينا أن المنظمة بيئة جزئية وبيئة كلية ونجاح المنظمة يتوقف على علاقتها وتكيفها مع هاتين البيئتين وتناولنا البيئة الجزئية من خلال المنظمة والموردين والمنافسين وفي نهاية الحلقة أوردنا مجموعة من التدريبات وكنا قد وعدنا بعرض الإجابة عنها في هذه الحلقة التدريب الأول وضح أهمية التسويق على مستوى المنظمة الجواب إذا ما نظرنا إلى المؤسسات اليمنية نجد أنها أكثر حاجة إلى الأنشطة التسويقية وذلك للآتي نمو عدد من المنظمات في السوق اليمني بشكل كبير مما ترتب عليه العديد من النتائج منها ألف زيادة حدة وحجم المنافسة بين هذه المنظمات ب زيادة الحاجة إلى كفاءات تسويقية جيم التغير الحاد والكبير في البيئة اليمنية وهذا بدوره يتطلب من المنظمات ما يليه إدراك الفرص التسويقية المناسبة التي يفرزها الوضع البيئي الحالي تصميم الاستراتيجيات التسويقية المناسبة للوضع البيئي الحالي التدريب الثاني بيّن علاقة إدارة التسويق بالإدارات الأخرى الجواب لإدارة التسويق علاقة بكل من 1. إدارة الإنتاج 2. الإدارة المالية 3. إدارة الموارد البشرية 4. إدارة التصدير التدريب الثالث عرف البيئة التسويقية الجواب تعرف البيئة التسويقية بأنها كافة القوى والمؤثرات الخارجية التي لا تخضع لسيطرة إدارة التسويق بالمنظمة ولكنها تؤثر في قدرتها على تنمية معاملاتها الناجحة مع عملائها في أسواق المنافسة والحفاظ عليها التدريب الرابع وضح بالرسم مكونات البيئة التسويقية الداخلية للمنظمة الجواب مكونات البيئة التسويقية الداخلية للمنظمة التدريب الخامس تحدث عن المنافسين كمكون للبيئة التسويقية الجزئية الجواب المنافسون ينص المفهوم التسويقي على أنه لكي تحقق المنشأة النجاح في أسواقها المستهدفة فإنه يلزمها تقديم مستويات أعلى من القيمة والرضا لعملائها مقارنة بالمنافسين عن طريق تحقيق ميزة استراتيجية تمكنها من بناء وضعية أقوى لمنتجاتها في أذهان العملاء قياسا على عروض المنافسين عزيز الدارس والآن نأتي إلى موضوع حرقتنا هذه وهو بعنوان البيئة التسويقية الكلية عزيز الدارس يتوقع منك بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية واحد أن توضح مكونات البيئة الجزئية العملاء الجمهور العام اثنان أن توضح البيئة الكلية وتبين أهم مكوناتها ثلاثة أن تتطرق إلى آفاق التغيرات البيئية لمنظمة القرن الحادي والعشرين أربعة أن تتعرف على مداخل تحقيق الاستجابة الفعالة مع متغيرات البيئة التسويقية للمنظمة ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول الفقرات الآتية واحد البيئة الجزئية في موضوعي العملاء والجمهور العام اثنان البيئة التسويقية الكلية ثلاثة آفاق التغيرات البيئية لمنظمة القرن الحادي والعشرين أربعة كيف يمكن الاستجابة للمتغيرات البيئية والآن نبدأ معك عزيز الدارس بالفقر الأولى من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها البيئة الجزئية أولا العملاء تحتاج المنظمة دائما إلى دراسة أسواق عملائها من حيث الاحتياجات والرغبات والتوقعات وخصائصهم السلوكية واتجاهاتهم الشرائية وتمثل نتائج هذه الدراسة المدخل الأساس لنظام التسويق إن المنظمة يمكن أن تمارس نشاطها في خدمة خمسة أنواع من أسواق العملاء يعرضها الشكل الآتي المنظمة أسواق المستهلكين أسواق الأعمال أسواق وعادة البيع الأسواق الحكومية الأسواق الدولية وهناك نرى في الشكل علاقة تبادلية مع كل من هذه الأسواق والمنظمة وهذه العلاقة التبادلية تتمثل في أن المنظمة تقدم المنتجات لهذه الأسواق وتأخذ منها المعلومات عن الخصائص والمميزات التي يطلبها كل نوع من هذه الأسواق أسواق المستهلكين وتضم الأفراد والأسر الذين يقومون بشراء السلع والخدمات بغرض الاستهلاك الشخصي أسواق الأعمال وهي الأسواق التي تضم المنظمات التي تقوم بشراء السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطاتها المختلفة لتحقيق الأرباح أو أي أهداف أخرى أسواق إعادة البيع هي تلك الأسواق التي تضم المؤسسات التي تقوم بشراء السلع والخدمات بغرض إعادة بيعها لتحقيق غرض معين مثل مؤسسات الجملة والتجزئة الأسواق الحكومية تشمل المؤسسات والمكاتب الحكومية التي تقوم بشراء السلع والخدمات لغرض إنتاج خدمة عامة للمواطنين أو لنقلها لآخرين في المجتمع يحتاجون إليها الأسواق الدولية تتمثل في جميع المشترين الموجودين في الأسواق الخارجية التي تضم كافة الأسواق السابقة ثانيا الجمهور العام هو مجموعة تمتلك اهتماما فعليا ومحتملا بعمل المنظمة أو تملك تأثيرا على قدراتها في تحقيق أهدافها والشكل الآتي يبين أنواعا من الجماهير للمنظمة نلاحظ في الشكل عزيز الدارس أن التسويق هو مركز الاهتمام ومن خلال التسويق تقوم المنظمة بمراعاة الاهتمام الخاص بمجموعة من الجماهير التي لها صلة بشكل أو بآخر بالمنظمة فنشاهد أن هناك جماهير مالية وجماهير الإعلام وجماهير الحكومة وجماعات الضغط والجمهور المحلي والجمهور العام والجماهير الداخلية وأيضا العلاقة تبادلية بين كل من التسويق وهذه الأنواع المختلفة من الجماهير المحيطة والموجودة في بيئة المنظمة الجماهير المالية هي تلك المؤسسات التي تؤثر في قدرة المنظمة في الحصول على احتياجاتها المالية مثل البنوك إلى آخره جماهير وسائل الإعلام تتمثل في تلك المؤسسات التي تقوم بإنتاج ونشر الأخبار والمقالات التحريرية والآراء مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف إلى آخره الجماهير الحكومية يجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار رد فعل الأجهزة والمؤسسات الحكومية عند صياغة الخطط بشأن قضايا الأمن الصناعي وحماية البيئة ومصداقية الإعلام جماعات الضغط فقرارات المؤسسة التسويقية قد يتم معارضتها بواسطة جماعات حماية المستهلك الجماهير المحلية تتمثل في الأفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية المحيطة في المنظمة التي تمارس المنظمة فيها نشاطها الجماهير العامة يجب على المنظمة أن تهتم بدراسة وفهم اتجاهات الجماهير العامة نحو منتجاتها وأنشطتها الجماهير الداخلية تشمل العاملين والمديرين ومجلس الإدارة والجماعات الداخلية الأخرى عزيز الدارس كان ذلك عن البيئة الجزئية العملاء والجمهور العام أما البيئة التسويقية الكلية فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية تضم البيئة التسويقية الكلية كافة القوى البيئية التي تزاول فيها المنظمة أعمالها التي تؤثر في كافة المؤسسات الاقتصادية وتتمثل هذه البيئة في العوامل السكانية والاقتصادية والطبيعية إلى آخره وتؤثر هذه العوامل على المنظمة لذلك يجب على المنظمة أن تراقب حركة هذه العوامل واتجاهاتها لكي ترد ما ينتج عن هذه العوامل من آثار والشكل الآتي يوضح قوى البيئة التسويقية الكلية وعلاقتها بالبيئة التسويقية الجزئية عزيز الدارس لاحظ في الشكل الآتي وجود المؤسسة كمركز اهتمام ومن حولها البيئة التسويقية الجزئية ومن حولها عناصر وعوامل البيئة التسويقية الكلية والمتمثلة في القوى الديمغرافية والقوى الاقتصادية والقوى الطبيعية والقوى السياسية والقانونية والقوى التكنولوجية والقوى الثقافية والاجتماعية أولا القوى الديمجرافية تحتل هذه البيئة أهمية خاصة لدى مسؤولي التسويق لأنها تشمل الأفراد والأسر الذين يتكون منهم السوق وتتناول الدراسة الديمجرافية تحليل أوضاع السكان من حيث الحجم والكثافة والموقع والتركيب العمري والنوع والوظيفة ومستوى التعليم وحجم الأسرة وغيرها من الإحصائيات ذات العلاقة بالسكان ومن أبرز الاتجاهات في البيئة السكانية التي برزت خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ما يلي واحد تغيير التركيب العمري للسكان في صالح صغار السن وكذلك الفئات المعمرة أي التي تزيد عن ستين عاما اثنان تغير وضع الأسرة من حيث العدد حيث يميل حجم الأسرة الجديدة إلى الصغر أي نحو ثلاثة إلى أربعة أفراد ثلاثة ارتفاع نسبة التعليم بين عدد السكان وانخفاض نسبة الأمية أربعة المساهمة المضطردة للمرأة في قوة العمل خمسة زيادة معدل الهجرة الداخلية والخارقية وبروز ظاهرة المجتمعات العمرانية الجديدة ستة زيادة معدلات التنوع في السكان من حيث التركيب الدينية والعرقية والثقافية وتكمن دلالات هذه التغيرات في الخصائص الديمجرافية في تأثيراتها الكبيرة على عمليات تصميم وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج فمثلا تقوم شركة تيوتا مثلا بتصميم منتجات خاصة واستخدام برامج تسويقية مميزة لإشباع احتياجات القطاعات السوقية من حيث الدخل أو النوع أو الموقع ثانيا القوى الاقتصادية تتكون البيئة الاقتصادية من كافة القوى والمتغيرات التي تؤثر على المستوى القوى الشرائية للمستهلكين وأنماطهم الشرائية والإنفاقية وتكمن مهمة مسؤول التسويق في المتابعة المستمرة للقوى الاقتصادية والتعرف على تأثيراتها المحتملة والاستفادة من هذا التحليل عند إعداد الخطط ورسم السياسات التسويقية وفيما يلي عرض مختصر لاتجاهات التغير في بعض هذه العوامل التغيرات في الدخل القومي على الرغم من ارتفاع متوسط الزيادة في الدخل النقدي للفرد من سنة إلى أخرى فإن مستوى الدخل الحقيقي يميل للانخفاض خاصة في الدول النامية نظرا لارتفاع معدلات التضخم بنسبة فوق معدل النمو في الدخل النقدي كما أن المنفق على شراء السلع الضرورية يشكل الجزء الأكبر من الدخل المتاح مما أثاره على بيع العديد من المنتجات مثل السيارات ولتدهور الدخل اتجه العديد من المستهلكين إلى الشراء الحذر كتفضيل السلع والخدمات الأقل سعرا وقد ساهم مثل هذا الاتجاه في قيام بعض الشركات العالمية بفرض تشكيل منتجات تتضمن أسعارا منخفضة نسبيا لمواجهة هذا التغير في الأنماط الشرائية للمستهلكين الدورات التجارية حيث تسعى المنشآت في دراسة الدورات الاقتصادية بحثا عن الفرص التي قد تتولد عنها أو الاستعداد لمواجهة التهديدات التي قد تسببها ويؤثر التضخم في التسويق عن طريق تعديل سلوك المستهلك فمع استمرار انخفاض القوى الشرائية يصبح المستهلكون أكثر إدراكا لتأثير التضخم وأكثر قلقا من نتائجه السلبية ويترتب على ذلك الوعي الإدراكي ثلاثة احتمالات تعد في مجملها ذات أهمية خاصة لإدارة التسويق القومي وهي تفضيل المستهلك للمبادرة بالشراء في الوقت الحالي اعتقادا منه بأن مستويات الأسعار سوف تميل للارتفاع مستقبلا إعادة توزيع أنماط شراءه للسلع والخدمات تعجيل بعض عمليات الشراء لوقت لاحق أما معدلات نمو الناتج القومي العام فإنها تؤثر في حجم الفرص التسويقية المتاحة على معدلات النمو خلال السنوات 1977 ميلادية إلى 1998 ميلادية إلا أنها تحولت إلى معدلات إيجابية بدءا من عام 1999 من القرن الماضي ثالثا القوى الطبيعية تتضمن القوى الطبيعية الموارد الطبيعية التي يستخدمها التسويق كمدخلات أو تلك التي تتأثل بالأنشطة التسويقية إن القائمين على إدارة النشاط التسويقي يجب أن يكونوا على إدراك تام بالتهديدات والفرص المصاحبة للتطورات في البيئة الطبيعية التي يمكن تلخيصها في الجوانب الرئيسية الآتية النقص المتزايد في الموارد الطبيعية تزايد المفترض في معدلات تلوث الهواء زيادة التدخل الحكومي في إدارة الموارد الطبيعية رابعا القوى السياسية والتشريعية تتكون البيئة السياسية والتشريعية من القوانين والتشريعات والأجهزة الحكومية وجماعات الضغط التي تؤثر في حركة المنظمات والأفراد في مجتمع معين وتحاض مجالات الأعمال بالنظم والتشريعات التي تنظم أعمالها فيما يتعلق بحدود المنافسة وخصائص السلع والخدمات ومعدلات الأمان والجودة والضمان إلى آخره وتسعى التشريعات التي تصدرها الدول إلى ضمان أن يكون سلوك منشآت الأعمال سليما وإلى الحد من سطوتها في حالات الاحتكار وإلى حماية المستهلك من الاستغلال والغش وتمثل تشريعات حماية المستهلك مجرد أمثلة للقوى الحكومية المؤثرة في عناصر نظام التسويق خامسا القوى التكنولوجية يمثل استخدام التقدم التكنولوجي وتطبيقاته في منشآت الأعمال فرصا تسويقية حقيقية لبعض المنظمات كما أنه يمثل تهديدا شديدا لمنظمات أخرى فقد حققت العديد من الشركات أرباحا طائلة من وراء تطبيق أفكار تكنولوجية جديدة مثل شركات إنتاج الحاسب الآلي وشركات الألعاب الألكترونية وشركات أجهزة الاتصالات والأدوية وغيرها ورغم ارتفاع المخاطر المصاحبة للتركيز على المنتجات المبتكرة فإن المؤسسات التي تتمتع بولاء مرتفع من جانب المستهلكين لمنتجاتها فإنها تمتلك فرصا أكبر للنجاح في تقديم تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وذلك مثل سوني في مجال أجهزة الاتصال ومايكروسوفت في مجال البرامج الجاهزة إن العلاقة بين التسويق والتكنولوجيا تحدث في الاتجاهين فإذا كانت التكنولوجيا تؤثر في التسويق فإن للتسويق أيضا تأثيرا على التكنولوجيا ويتمثل في ضرورة إيجاد أسواق لهذه التكنولوجيا وإدخال التعديلات المطلوبة عليها حتى تتوافق مع احتياجات المشترين واستخدام البرامج التسويقية الفعالة لتنمية الطلب عليها إن مجرد التوصل إلى منتج جديد من خلال التقدم التكنولوجي لا يكفي وحده لتحقيق النجاح ولكن يجب تحديد السوق المستهدف وكمية المبيعات المحتملة واستخدام الأدوات اللازمة لتعريف العملاء المتوقعين وتحفيزهم على الشراء سادسا القوى الاجتماعية والثقافية تعتبر البيئة الاجتماعية والثقافية من المؤسسات والقوى الأخرى التي تؤثر في القيم والتفضيلات والأنماط السلوكية الأساسية في المجتمع فالأفراد ينشأون في مجتمع معين ويقوم بتشكيل هيكل معتقداتهم وقيامهم الأساسية ويمكن إبراز أهم المتغيرات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في القرارات التسويقية فيما يلي 1. تنامي دور المرأة في المجتمع 2. ارتفاع مستوى المعيشة وجودة الحياة 3. ارتفاع مستوى التعليم والتحرر من التقاليد 4. بروز حركات حماية المستهلك وإليك عزيز الدارس توضيحا لأهم التغيرات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في القرارات التسويقية مبتدئين بتنامي دور المرأة في المجتمع إن التغير الذي طرأ في دور المرأة التقليدي في غالبية المجتمعات المعاصرة كان له أثره الواضح على التسويق وكمثال على ذلك أدى ارتفاع مساهمة المرأة في قوة العمل إلى ازدياد الطلب على بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الملابس 3. ارتفاع مستوى المعيشة وجودة الحياة من الضوارة الاجتماعية التي تستحوذ على اهتمام مسؤولي التسويق الارتفاع الملحوظ في مستوى المعيشة والرغبة في تحسين جودة الحياة ويبحث رجال التسويق عادة في دراسة المتغيرات التي تتعلق بما يعتبره الأفراد والجماعات طرقا مرغوبة ومقبولة للعيش إلا أن هذه المتغيرات لها فعليتها في التأثير على اتجاهاتهم نحو المنشآت بوجه عام والأنشطة التسويقية بوجه خاص ثالثا ارتفاع مستوى التعليم والتحرر من التقاليد سهم ارتفاع مستويات التعليم والتحرر الفكر الاجتماعي بوجه عام في تغيير هيكل الدخول توزيعها وكذلك تغيير الأنماط الاستهلاكية الأسر والمجتمعات وهي أمور يجب أن يحددها ويتنبع بها مسؤولوه التسويق رابعا بروز حركات حماية المستهلك يمثل ظهور حركة حماية المستهلك أحد مظاهر اهتمام الرأي العام لجعل منظمات العمال أكثر استجابة لمصالح وحقوق المستهلكين وهي تعد أحد العوامل الرئيسة للممارسة الضغوط على المؤسسات التسويقية لتتبنى المنظمات إطارا أخلاقيا لممارستها مع عملائها عزيز الدارس كان ذلك البيئة التسويقية الكلية والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها آفاق التغيرات البيئية لمنظمات القرن الحادي والعشرين ويمكن تخيص أهم التطورات المتوقعة في بيئة الأعمال لمؤسسة المعاصرة فيما يلي عالمية الأعمال تزايد التركيز على الجنانب الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية التركيز على قيمة العمل وليس على قيمة المنتج ارتفاع تكلفة الموارد تضخم حجم منظمات الأعمال عزيز الدارس في الفقرة الآتية سنوضح كيف يمكن الاستجابة للمتغيرات البيئية توجد ثلاثة أنواع من المنظمات في الواقع العملي هي أولئك الذين يصنعون الأحداث أولئك الذين يراقبون الأحداث أولئك الذين يتعجبون مما يدور حولهم في الحقيقة فإن العديد من المؤسسات التسويقية تنظر إلى بيئتها باعتبارها عنصرا يصعب السيطرة عليه وبالتالي يجب تحقيق التكيف معه وبناء عليه فإنهم يقبلون ببيئتهم كما هي ولا يحاولون إحداث التغيير أو ربما التأثير فيها ولا أكثر تقدير فإن تلك المؤسسات تسعى إلى تحليل القوى البيئية وتصميم الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدها في استغلال الفرص أو مواجهة التحديات التي قد تتمخض عنها في المقابل توجد بعض المنظمات الأخرى التي تتبنى منهج أو منظور الإدارة البيئية وهي من خلال هذا المنظور لا يقتصر جهدها على مجرد المراقبة ورد الفعل بل أنها تتبنى مدخلا هجوميا يستهدف التأثير في الجماهير وقوى البيئة التسويقية وذلك من خلال الاستعانة ببعض جماعات الضغط في الحد من التشريعات الحكومية التي قد تؤثر سلبا عن المستهلك اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية للتغلب على بعض القيود البيئية اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعاوة للحد من سوء الممارسات التي تسلكها بعض الشركات المنافسة لتحقق مزايا غير عادلة على حسابها عزيز الدارس تذك كانت الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم وقد تناولنا في هذه الحلقة ما تبقى من موضوع البيئة التسويقية الجزئية الذي تناولنا فيه موضوعي العملاء والجمهور العام ثم انتقلنا إلى موضوع البيئة التسويقية الكلية وبينا بالتفصيل جميع القوى البيئية التي تضمها البيئة التسويقية الكلية كما وضحنا أهم التطورات المتوقعة في بيئة أعمال المؤسسة المعاصرة وفي الأخير أجبنا على السؤال المطروح وهو كيف يمكن الاستجابة للمتغيرات البيئية وبينا أن هناك ثلاثة أنواع من المنظمات في الواقع العملي وهي أولئك الذين يصنعون الأحداث وأولئك الذين تعجبون مما يدور حولهم وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء في هذه الحلقة نأمل أن توفق في الإجابة عنها وسنستعرض الإجابة عنها في الحلقة القادمة بمشيعة الله تعالى والأسئلة هي التدريب الأول اذكر مع الشرح أنواع أسواق العملاء التدريب الثاني وضح بالرسم أنواع الجماهير للمنظمة التدريب الثالث اذكر أهم التغيرات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في القرارات التسويقية التدريب الرابع ما هي أهم التطورات المتوقعة في بيئة أعمال المؤسسة المعاصرة التدريب الخامس يوجد ثلاثة أنواع من المنظمات في الواقع العملي اذكرها إلى هنا عزيز الدارس نأتي إلى ختام حلقة اليوم نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها موضوع تجزئة السوق عليك التحضير لذلك وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر